اشتركوا في القناة كيف اننا في بلادنا وفي العالم ككل نعيش فترة حاسمة في مواجهة هذا الوباء وشعارنا الان اما ان نكون او لا نكون بمعنى اما ان نهزمه واما ان يهزمنا والحمد لله ظهرت مجموعة من المبشيرات تبين اننا في الطريق الصحيح من هذه المبشيرات اولا تناقص في عدد الاصابات وكذلك تناقص في عدد الوفيات فمقارنة بسيطة بينما كنا عليه في الشهر الماضية وما نحن عليه في الاسابيع الاخيرة الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى الاصابات دون الالف والوفيات دون العشرين في اليوم وهذا شيء طيب بفضل الله ونسأله تعالى المزيد من فضله ثانيا من دون المبشيرات كذلك ان التلقيح انطلق في بلادنا ويسرنا ويبشرنا انه انطلق بكل مسؤولية وبكل قوة وبكل فعالية ففي ايام قليلة جدا تجاوز عدد الذين تلقوا الجرع الاولى اربعمية الف وهذا هذه بشرى خير بفضل الله والسؤال الذي يرحو نفسه الان ما المطلوب من المواطنين والمواطنات امور كثيرة في هذه العجالة اقتصر على بعضها فقط اولا فيما يخص التلقيح على ابناء بلدنا ان يقبلوا جميعا على تلقي جرعته التلقيح يجب ان لا يستمعوا الى المطبطين والمطبطات والمبطئين والمبطئات هؤلاء الناس الذين يعرفون بما لا يفعلون ويتحدثون في كل موضوع لا علم لهم به يعني بضاعتهم الكلام يجب ان لا نقتذي بهم وان لا نستمع اليهم التلقيح هو من باب اتخاذ الاسباب والله سبحانه وتعالى امرنا باتخاذ الاسباب ولا سيما انه بعد انطلاق التلقيح الحمد لله المسائل مبشرة كذلك التلقيح التلقيح كما اكد العلماء المختصون هو فعال هو فعال ان شاء الله بمعنى غدا يعطي النتيجة دياله وبدأت يعطيها فعلا تانيا كثير من الناس يخافون من المضاعفات الحمد لله المضاعفات شبه شبه من عدم اللهم إلا ما يتعلق ببعض المسائل البسيطة كحمرار مكان التلقيح وارتفاع درجة الحرارة وانتفاخ بسيط وهي كلها امور لا يجب ان تمنعنا عن استغلال هذه الفرصة الطيبة من ما يطلب منا كذلك بالإضافة إلى التلقيح الاستمرار في الاحترازات والاحتياطة يجب معشر المواطنين والمواطنات أن نستمر فيما اعتدنا عليه من التباعد ولزوم البيوت إلا لضرورة واستعمال النظافة وسائر أساليب الوقاية وغسنا نستمر في هذه المسألة وخطلقنا إلى أن يقول المسؤولون كفا وذلك قريب إن شاء الله معشر الإخوة والأخوات أختم هذا التوجيه بشكري كل من كان السبب في هذا الخير الذي انطلقت فيه بلادنا وعلى رأس من يجب أن يشكروا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره فقد بدل مجهودا لحماية المواطنين وبدل مجهودا لإسعاد المواطنين بالأعطيات لحكومة وبكثير من الأمور التي أفادتنا على مدى زمن هذا الوباء وأضاف جلالته من مكرماته أنه أعفانا من تمني هذا الدواء وأدته الدولة فجزاه الله خيرا وإحسانا وتالتا أنه نصره الله كان أول من تلقى جرعة اللقاح تنبيها للمواطنين وتطمينا لهم وإعطاء دلالة رمزية يجب أن نلتقطها جميعا ولذلك أرجوكم سيداتي سادتي لا تخذلوا أمير المؤمنين ولا تخذلوا بلدكم ولا تخذلوا أنفسكم وجزاكم الله خيرا وإحسانا ونسأل الله سبحانه وتعالى قبل الكلام وأثناء الكلام وبعد الكلام أن يكشف كوربنا وأن يسلح أحوالنا وأن يرفع هذا الوباء إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة وعلى أله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر